إذا كان واضحاً أن مفاوضات الهدنة في غزة قد دخلت مرحلة من الجمود على رغم المواقف المعلنة المتشددة أو المشددة على مواصلة المحادثات فالغموض لا يزال يلف مصير العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح في ضوء تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إصراره على تنفيذها على رغم معارضات واشنطن من دون أن يحدد أي مهلة زمنية لإطلاقها أما في لبنان الذي يبقى أسير الحرب الإسرائيلية على غزة من جهة وانخراط حزب الله فيها من جهة أخرى فمن الأكيد أن كل المبادرات المطروحة في التداول السياسي لن تنتجى رئيساً في المدى المنظور تماماً كما أن استدامة الفراغ لن تؤدي إلا إلى مزيد من الترهل المؤسساتي ولسيما في ظل الذهنية الطائفية المتحكمة ببعض المسؤولين الذين يتحينون الفرصة لفرض واقعاً جديد في مختلف الوزارات والإدارات وفي وقت تبقى الأنظار متجهة نحو معاودة سفراء اللجنة الخماسية تحركاتهم ولسيما في اتجاه التيار الوطني الحر وحزب الله ولو بصيغ ثلاثية وربعية فمجرد إشارة مصادر كتلة الاعتدال إلى أن حركتها ستستمر لكن بوتيرة خفيفة دليل إلى مدى المراوحة على هذا الخط أما الحوار الثنائي بين التيار وحركة أمل من جهة ولقاءات بكركي من جهة أخرى فستشكل بلا أدنى شك عنوين سياسية وإعلامية للأيام الآتية عسى أن تمهد لمرحلة ما بعد الهدنة الإقليمية الآتية عاجلاً أم آجلاً ليصبح طرق باب الحل اللبناني خارج إطار المستحيل ترجمة نانسي قنقر